أنا أوصي كل شباب الذين على التواصل الاجتماعي أوصي الإعلاميين أن يركزوا على النقاط المهمة كما ذكر الدكتور أمجد على أبرز القصص والأمثلة التي فيها التسامح لندع الأمثلة التي فيها الانتقام والقتل الدماء يكفينا دماء الدماء يعني دم يجر دم قتل يأدي إلى قتل فنطوي هذه الصفحة نطوي صفحة نفتح صفحة جديدة من التسامح والتعاقي اليوم عندنا مشاكل في العراق في محافظات العراق لا أريد أن نسمي لأن جميع محافظات العراق فيها مشاكل يجب علينا أن نفتح صفحة جديدة العلماء المساجد الخطباء السنة الشيعة المرجعيات الجميع يؤكدون على هذه الصفات الشيخ العشائر الإعلاميين يؤكدون يبرزون هذه الصفة صفة السيرة النبوية سيرة الصحابة سيرة آل البيت كيف كانوا يتسامحون كيف كانوا يتغاضون عن الأخطاء هذه فقدت بالإعلام حقيقة أنا حتى أدعو إلى عمل مسلسلات من واقعنا مسلسلات من واقع تاريقنا الماضي كيف كانوا يتسامحون فيما بينهم كيف كان الإخاء بين الصحابة وبين آل البيت هذه الحقيقة يجب أن تظهر في هذه الفترة